نفس السياق ورغم أن التعديل الحكومي أثار جدلا وسط السياسيين والاقتصاديين إلا أن وقعه في الشارع الجزائري كان لا حدث رفيق خلف الله وأحمد قارة تمخض الجبل فولد فأرا هو لسان حال الشارع الجزائري بعد التعديل الحكومي الجزئي يأتي وزراء ويذهب أخرون ولا شيء يتغير بالنسبة للمواطن البسيط ألم فهمت أولوان بصباح قالوا بلغوا لنا حوا بخلفنا حوا نعم بلناه ملأ لبريده حتى صبناه مكفنا تبدل فلان ولا فلتان معاش فوقا لوجد أرود الناس باش نحيهم هكذا كبرك ولكي هنا حاجة يصرح يصرحوا بلنا حين فلان تسكفش في حاجة أولا فهمتي لا أهمني شانا جاسل لالو جواه داخل يهمني نوعية أتشير النوعية مكاش وراء نوعية وراء تحسين تحسين في كل خطرة يتقرى في الجارة سيجدوا الكهرباء التعديل الوزاري على حكومة سلال في طبعته الخمسة والذي لطالما أثار ضاجدا إعلاميا كونه أول التغيير حكومي بعد الدستور الجديد لم يكن في مستوى تطلعات الجزائريين في الوقت الذي ينتظر الجزائريون إحداث تغييرات جوهرية في ذل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يكتفي صناع القرار بإجراء ما يشبه عملية ليفتينغ لا أكثر